وسيادتك تخرج على ايدك الاف الطلاب اللي اصبحوا اطباء ماهرين في مجالهم اكيد بتفرح لما بتجد ان ثمرت ما زرعت قد حصدت وفيه قدامك طالب ناجح ده في المانيا فمصر الموضوع يختلف شوية الطالب بيخرج من الكلية سواء كلية الطب أو كلية الاعلام مش عارف مقبل على ايه حلم انه يبقى حاجة لكن مش عارف ازاي يقدر يحقق الحاجة ديت لانه بيشعر ان فيه مناغصات ومعوقات ومشاكل مشاكل اجتماعية مشاكل على عاتق الحكومة نفسها هنا تؤفر فرص العمل مشاكل في البحث العلمي انه هو ممكن يكون واحد زي حضرتك كده طبيب لكن ما عندهش الفرصة ومجرد بطلع بره بقى رجل عالمي ولو قاعد في مصر عمره ما هيكون عالمي لو انت كنت قاعدت في مصر كنت احتي بقى عالمي بسم الله الرحمن الرحيم مصدمتك في الحقيقة لا في الحقيقة انت متوقع اسألك اسألة طبية في البداية لا 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 تفضل احبت يعني استفز جواك مشاعرك كمواطن يعني منشأ المصري والجنسية المالي قد يكون ان الواحد قد يكون عالمي لكن الفرصة كانت اقل بكتير يعني الفرصة للظهور في احنا عندنا اطباء اسمعهم عظيمة جدا في مجال تخصوصي وعالميين لكن هما معدلين على الاصابع وعلى سنين طويلة ما ظهرش جيل تاني وراهم فقد يكون ان انا كنت اكون من احد المحظوظين اللي هنا وقد يكون طبعا اللي هما قلة او اكون من السواد الاعظم اللي هو ملوش حظ في انه يخد الفرصة للنبوغ اذا هي دعوة يعني هل ممكن نقول ان كل انسان طموح طبيب طموح شايف ان هو يقدر يبقى عنده فيجن وعنده ميشن في مجال البحث العلمي والسبو المسدودة قدامه والتعييم في الجامعة مقفول لان احيانا ممكن يكون في مجاملات ووسطة ومحسوبية هل تدعوه للسفر للخارج؟ هل عندك سادي تتبنى بعض الاطباء؟ انا متبني في الوقت الحالي عندي مصريين في القسمة عندي وبعلمهم ان شاء الله اطلع عندهم ناسك راسين جدا يعني مش لسه بفكر في الفكرة الفكرة موجودة وعندي في الوقت الحالي طبيبه فيه طبيب تاني جاي وبحاول اديهم كل المعرفة اللي الواحد اخدها وكونها في الفترة دي هي الفكرة كل واحد يستطيع انه يطلع برا بلا شك توسيع اللي ما دركه وتوسيع لوقيته واختلاط بمجتمع اخر فده هيفيده في كل الاتجاهات النقص عندنا هنا في مجال المعدات وفي مجال التكنولوجي بحكم ان احنا مش قادرين نستوفي ده مديا كم سنة بصراحة؟ بانا وبكوا كم سنة؟ يعني مصر والمانيا في مجال جراحة المسالك البولية بانا وبكوا كم سنة؟ بصراحة اذا خدنا على العموم يعني خدنا متوسط العمل في جراحات المسالك البولية في مصر والمانيا يبقى نقول مثلا فيه عشرين سنة اذا خدنا اه طبعا طبعا اذا اخدنا على مستوى بعض الناس اللي هما نبغوا هنا وبيمرسوا المسالك البولية هنا فيكاد يكون المستوى متقارب جدا يعني انا لا اشك ان هنا في اماكن وفي مراكز بتؤدي الرسالة بتاعتها كما يجب لكن هي قليلة جدا لا تستوعب المستوى العام للقاعدة الشعبية فانا بتكلمش على ان انا روح في مكان خاص هنا باجر عالي جدا ويجي لي استاذ برضو اسمه مرموق ويقدي العملية فاعتقد ان في الظروف اللي زي دي هتتقارب الخبرة لان كل الازالس دي بتيجي بره وبتطلع بره وبتتبادل البحث العلمي برضو لها ابحث جيدة جد لكن لو خدنا بقى احنا عايزين نشوف اخش في اي بلد وروح مستشفى عام فيها وبعد نخش في اي بلد في المانيا وروح مستشفى عادي فيها فألاقي على الاقل عشرين سنة